الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم ابناء وبناتي تلميذ الصف السادس الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض هم الأسئلة المتوقعة في مادة العلوم على مقرر شهر فبراير لو أول ما رتشوفي القناة بتاعتنا يريد تشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش رابط المراجعة في سندوق الوصف أسفل الفيديو عندنا شباب سؤال الأول بيقولك ألف أكمل ما يأتي بكلمات مناسبة عندنا واحد يقولك إذا كانت زراع القوة أطول من زراع المقاومة فإن القوة تكون نواط المقاومة طبعا شباب إذا كانت زراع القوة أطول من زراع المقاومة فإن القوة تكون أصغر من المقاومة يعني هنا هنكتب أصغر من طيب اتنين إذا كانت القوة المؤثرة على رافعة ستين نيوتن والمقاومة تلاتين نيوتن فإن الرافعة نقطة الجهد طبعا الرافعة دي يا شباب لا توفر الجهد يبهين هنكتب لا توفر طيب ثلاثة روافع النوع نقطة لا توفر الجهد دائما بينما روافع النوع نقطة توفر الجهد أحيانا طبعا يا شباب روافع النوع الثالث لا توفر الجهد دائما بينما روافع النوع الأول توفر الجهد أحياني يعني هنكتب في أول واحدة الثالث وفي تاني واحدة هنكتب إيه الأول طيب الشباب عندنا رقم أربعة بيقول لك المكنسة اليدوية مثال رافعة تستخدم لتكبير نقاط ونقاط طبعا شباب بتستخدم لتكبير المسافة ونقل القوة من مكان لآخر يبقى تكبير المسافة ونقل القوة من مكان لآخر بيقول لك الشكل الذي أمامك يمثل رافعة بيقول لك واحد ما نوع هذه الرافعة اتنين هل هذه الرافعة توفر الجهد ولماذا زي ما احنا شايفين الشكل يا شباب عندنا نقطة الارتكاز وعندنا المقاومة وعندنا ايه القوة طيب هنقول له اول حاجة الرافعة دية من النوع الثاني يبقى اول حاجة الرافعة من النوع الثاني طيب تاني سؤال بيقول لك هل هذه الرافعة توفر الجهد ولماذا طبعا شباب الرافعة دية توفر الجهد دائما لان ذراع القوة اطول دائما من ذراع المقاومة وبالتالي تكون القوة دائما اصغر من المقاومة طيب شباب عندنا السؤال اللي بعديه بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية عندنا واحد بيقول لك روافع تقع فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز عندنا دية شباب روافع النوع الثالث يبقى دي روافع ايه روافع النوع الثالث طيب عندنا اتنين بيقول لك المسافة من محور الارتكاز حتى نقطة تأثير القوة طبعا دي شباب بنسميه زراع القوة بنسميها ايه زراع القوة عندنا ثلاثة بيقول لك نوع الروافع الذي يمكن ان تتساوى فيه زراع القوة مع زراع المقاومة طبعا دي شباب روافع النوع الاول دي روافع النوع الايه الاول طيب عندنا بيقول لك ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي يقول لك واحد ماسق قطع السكر رافعة من النوع الأول طبعا الإجابة خطأ عندنا اتنين روافع النوع الثالث لا توفر الجهد أبدا الإجابة صحيحة ثلاثة إذا كان طول زراع القوة أقل من طول زراع المقاومة فإن الرافعة توفر الجهد طبعا الإجابة خطأ لا توفر الجهد طيب عندنا يا شباب السؤال اللي بعديه بيقول لك ألف علل لما يأتي عندنا بيقول لك واحد المقص رافعة من النوع الأول طبعا يا شباب لأن نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة هنقول لأن نقطة الارتكاز تقع بين إيه القوة والمقاومة طيب تاني حاجة بيقول لك لا يمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة في روافع النوع الثاني طبعا يا شباب لأن زراع القوة أكبر دائما من زراع المقاومة وبالتالي تكون القوة أصغر دائما من المقاومة عندنا يا شباب السؤال اللي بيقول لك تخير الإجابة الصحيحة عندنا واحد بيقول لك أي الروافع التالية تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز عندنا كسرت البندو والأرجوحة ولا ماسك الحلوة طبعا يا شباب الإجابة الصحيحة هو ماسك الحلوة يعني هنختار تالت واحدة طيب اتنين بيقول لك إذا كانت زراع القوة نصف زراع المقاومة في رافعة متزنة فإن القوة تساوي نواط المقاومة ضعف ولا نصف ولا رب طبعا يا شباب هنا طبعا بتساوي ضعف المقاومة بتساوي إيه ضعف المقاومة يعني هنختار أول واحدة طيب شباب عندنا السؤال التالت بيقول لك في الهيكل العصمي للإنسان يعتبر الرأس والرقبة رافعة من النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث طبعا دي شباب رافعة من النوع الأول هنختار الأول اللي هي أول واحدة طيب عندنا أربعة من أهمية الروافع زيادة السرعة ولا الحركة ولا الاحتكاك طبعا زيادة السرعة يعني هنختار أول واحدة طيب عندنا المسألة بتاعتنا بيقول لك ألف أسرت قوة مقدارها 360 نيوتن على رافعة مال وكان طول زراع القوة خمسة سمتي فإذا كانت قيمة المقاومة 200 نيوتن فحدد الموضع الذي توضع فيه المقاومة لكي تتزن الرافعة ابقى هنقول له القوة في زراحة بتساوي المقاومة في زراحة عندنا شباب القوة 360 هنضربها في زراحة اللي هو خمسة ابقى هتساوي كام؟ هتساوي المقاومة في زراحة المقاومة اللي هي كام؟ 200 في زراحة ابقى هنكتب له 360 في خمسة بتساوي 200 في زراحة طيب عايزين نجيب زراع المقاومة هنقوله بيساوي 360 في 5 على 200 يبقى 360 في 5 على 200 هتضرب 360 في 5 وتروح اسمها على 200 هتدينا يا شباب 9 سمتيه يبقى الإجابة هنقوله زراع القوة بتساوي 9 سمتيه به بيقولك أذكر وظيفة كل من الروافع الآتية يعني طبعا إيه عايز الأهمية بتاعتها طيب عندنا شباب واحد هنا بيقولك إيه العتلة طبعا شباب العتلة وظيفتها تكبير القوة تكبير القوة طيب تاني حاجة بيقولك اتنين المكنسة اليدوية طبعا وظيفتها نقل القوة من مكان لآخر وتكبير المسافة يبقى نقل القوة من مكان الآخر وتكبير المسافة طيب ثلاثة بيقولك ماسك الفحم طبعا وظيفتها ايه تجنب المخاطر يبقى الوظيفة بتاعته هي تجنب المخاطر وهنا يا شباب نكون انتهينا من المراجعة بتاعتنا اتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في مراجعات قادمة وفيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة